قولي الشركة المعروفة بأن منتجاتها التجميلية تعتبر تجارية مش طبية هتتحدى النهاردة واحدة من أعرق وأقوى براندات التجميل الطبي الفرنسية براند لاروش بوزي الشهير واللي أنا شخصيا بحبه جدا وعنوان التحدي هيكون الريتينول السلام عليكم مساكم والله بخير وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معاكم دكتور صيدالي عصام شومان وبرحب بيكم في أول حلقات سلسلة التحدي واللي هنعمل فيها مقارنات بين مستحضرات العناية بالبشرة والشعر في كل حلقة هيكون تحدي بين منتجين من نفس الفئة أو ليهم نفس الهدف قولونا بقى في التعليقات عاوزين نعمل تحدي ومعركة بين إيه وإيه أي منتجين أنت محترى بينهم قوللنا عليهم واحنا جاهزين ندخلهم معانا في التحدي بإذن الله التحدي الأول هيكون بين لاروش بوزي ريتينول بي سري سيرم وقولي ري جينريست ريتينول تونتي فور سيرم جوالات التحدي هتكون أربع جوالات الجولة الأولى الريتينول الجولة التانية الإضافات الجولة التالتة الملمس والامتصاص والجولة الرابعة والأخيرة السعر وفي النهاية هنعرف مين فاز معانا بأول تحدي فيلا بينا نبدأ في كل سيرم من السيرمين هنلاقي الريتينول موجود معه مشتق من مشتقاته كإضافة عليه المفروض أن هي تعزز من فعليته لو بدأنا بلاروش بوزي فهنلاقي الريتينول ومعه ريتينيل بالميتيت أما في قلي فهنلاقي برضو الريتينول ومعه ريتينيل بروبيونيت هنا بالميتيت وهنا بروبيونيت طب إيه الفرق؟ قبل ما نقول الفرق خلونا نقول أن طبعا صيغة الريتينول العادية ريتينول دي صيغة فعلا فعالة جدا وبتقدر تديني كل الفوائد اللي أنا محتاجها واللي كلنا عارفينها عن الريتينول إذا كان في تحفيز تخليق الكولاجين الطبيعي أو تنشيط وزيادة معدل تجديد خلايا الجلد أو التأشير اللطيف وكل الخصائص دي هتأدي طبعا لمكافحة ظهور التجعيد والخطوط وتقليل علامات تقدم عمر البشرة وشدها وتوحيد لونها وزيادة نظرتها وكل الفوائد العظيمة دي اللي طبعا هتزيد كل مكان الريتينول موجود بتركيز كويس ومناسب ده كده الريتينول اللي في صغته الأصلية ريتينول لكن الأملاح والمشتقات بتاعته دي قصة تانية الريتيني البالميتيت اللي اللي روش بوزيه اخترته جنب الريتينول الحقيقة يعتبر صيغة ومشتق ضعيف جدا لأن حجم جزيئاته كبير جدا وبالتالي نفاذيته داخل الجلد هتكون محدودة وفعليته هتكون ضعيفة حتى في بعض الدراسات والأبحاث بتقول أن الريتينيل بالميتيت ملوش فايدة أصلا بينما في قلي استخدموا مع الريتينول المشتق اللي اسمه ريتينيل بروبيونيت وده مختلف تماما عن البالميتيت لأن البربيونيت حجم جزيئاته صغير ومقارب جدا لحجم جزيئات الريتينول ذات نفسه فامتصاصه داخل الجلد هيبقى أفضل وبالتالي فعليته كمان طبعا هتبقى أحسن بكتير وفعلا فعالية ممتازة وفعلا تعتبر إضافة مفيدة هتعزز من فعالية الريتينول ونتائجه بالنسبة للتركيز فلو جمعنا الريتينول مع المشتق بتاعه هنا أو هنا هنلاقي أن التركيز متساوي في حدود 3 من 10% سواء في لاروش بوزي أو في أولي وبالتالي اللي هيكسب الجولة الأولى وباقتدار هو أولي ري جينرست ريتينول 24 سيروم لأنه بيستخدم مشتق أفضل وفعاليته أعلى وأحسن لو بدأنا بأولي فبالإضافة للريتينول والمشتق بتاعه هنلاقي موجود عندنا النيسينمايد بفوائدها العظيمة طبعا كمادة ملطفة ومرممة ومضادة للأكسادة وبتساعد على التفتيح وبتنظم الإفرازات الدهنية وكمان عندنا ببطايد عظيم اسمه بالميتويل بنتا ببطايد فور وده الأبحاث والدراسات بتقول عنه إن فاعليته مقربة جدا لفعالية الريتينول في تحفيز تخليق الكولوجين الطبيعي وكمان تجديد البشرة وفي نفس الوقت البالميتويل بنتا ببطايد فور ده لطيف ومش بيسبب أي التهاب أو احمرار دي كده الإضافات في سيرم أوليي أما في سيرم لاروشبوزي هنلاقي برضو النيسينمايد من ورقة هاي بفوائدها العظيمة اللي قلناها وهنلاقي كمان زيت الصوية الغاني جدا بالأوميجا سري والأوميجا سيكس وفيتامين إي وبالتالي زيت الصوية بيرطب وبرمم الجلد وبيزود مورونتو وبيحفز برضو الكولوجين وكمان بيلطف وبيكافح الالتهاب موجود عندنا كمان في لاروشبوزي حمض الهايالورونيك في صيغة سوديام هايالورينيت ترطيب ونضارة وحيوية كلنا عارفين فوائد حمض الهايالورونيك العظيمة هنلاقي كمان مادة اسمها أدينوسين اللي برضو ليها فاعلية محترمة ومثبتة علميا في تقليل مظهر الخطوط والتجعيد وكمان هي مادة قوية برضو في تخفيف ومكافحة الالتهاب ففي جولة الإضافات أنا شايفه متقربين الحقيقة لكن هدي أفضلية شوية للاروشبوزي ريتينول بي سري سيروم لأن إضافاته ليها فوائد متعددة مش بس نضارة وتحفيز للكولوجين ملمس لاروشبوزي مؤكد هيكون خفيف ومناسب لكل أنواع البشرة بما فيها البشرات الجفة والعادية والمختلطة وحتى كمان الدهنية لكن قلي ملمسه واضح جدا من الفورمولا والتركيبة بتاعته أنه هيكون غني وتقيل شوية وامتصاصه مش هيبقى أحسن حاجة فسيروم قلي هيكون مناسب أكتر للبشرات الجفة أو العادية مش المختلطة ولا الدهنية فالنقطة دي هتبقى على حسب طبيعة بشرتك وتفضلاتك أنا شخصيا بحب الحقيقة السيرومات اللي بيبقى امتصاصها سريع وملمسها خفيف دي المفضلة بالنسبة لي فعشان كده أنا هدي الجولة دي برضو لاروشبوزي ريتينول بي سري سيروم جينا بقى للجولة اللي أعتقد هتكون حاسمة في اختيار أغلب الناس ألا وهي السعر طبعا لاروشبوزي ريتينول بي سري سيروم حجمه 30 ملي وسعره في السعودية 218 ريال تقريبا أما قلي ريتينرست ريتينول 24 سيروم برضو حجمه 30 ملي نفس الحجم وسعره في السعودية كان بقى 99 ريال تقريبا أظن الجولة دي محسومة قلي سعره أقل من نص سعر لاروشبوزي وأكيد قلي ريتينرست ريتينول 24 سيروم هيكسب الجولة دي باكتساح بما أن عنوان تحدينا النهاردة هو الريتينول فأنا رأيي أن اللي يفوز النهاردة هو اللي فايدته كريتينول هتكون أعلى وكمان سعره أرخص وأوفر بكتير فأكيد الفائز في تحدي النهاردة وعن جدارة واستحقاق هو قلي ري جينرست ريتينول 24 سيروم سيروم ممتاز وفعال وسعره معقول جدا وكمان خالي من العطور والكحول ودي ميزة إضافية لي تحدي النهاردة كان تحدي بناء على التركيبات وتفسيرها أنا ما جربتش السيرومات دي لو كنتوا جربتوهم ياريت تشاركونا تجربتكم في التعليقات وما تنسوش تقولولنا اقتراحتكم للتحديات الجاية بإذن الله وبس ده كان فيديو النهاردة لو عجبكم الفيديو من فضلكم ما تنسوش تدعمونا باللايك على قد ما تقدروا وتعملوا شير للفيديو ده مع كل أصدقائكم وأكيد تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا الجاية بإذن الله والفيديوهات اللي فاتت هتلاقوها ظهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله في أمان الله